في هذه الأثناء نفت شركة جولد أبولو التايوانية صاحبة العلامة التجارية لأجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان نفت أي مسؤولية لها عن تصنيع تلك الأجهزة و أكدت شركة تايوانية أن شركة تصنيع أوروبية حصلت على ترخيص باستخدام علامتها التجارية هي التي صنعت هذه الأجهزة يأتي ذلك بعد اتهامات بوضع متفجرات داخل تلك الأجهزة قبيل توريدها للبنان شكرا